مكائد الاحتلال السعودي الاماراتي وادواته الرخيصة التي تحاول استهداف محافظة المهرة محور اجتماعات مستمرة للجنة الاعتصام السلمي التي اكدت مجددا عدم تفريضها بالسيادة والاعتداء على المؤسسات الشرعية اجتماعات لجنة الاعتصام السلمي اكدت ان المهرة بكل قبائلها ومن خلفهم كل شرفاء اليمن مستعدون لمواجهة مخططات الفتنة ولم يسمحوا بالسنساخ سيناريوهات العبث والانقلاب نحن بالحقيقة المحافظة الكزم لنا اليوم كنا معه في اجتماع ان مؤسسات الدولة هو ان الجيش جاهز والشرطة جاهز لحماية مؤسسات الدولة ونحن سنكون رديف جزو من هذه الحماية وكل القبائل اكثر من ربعين خمسين طاقة مسلح سينتشرون في ضواحي عاصمة المحافظة وفي اماكن مهمة وسيكون جاهزين لتنفيذ اي توجهات من قيادتهم وواثقين كل الثقة ان هؤلاء الناس سيحمل المحافظة وعلى المجلس الانتغالي ان يتراجع لاننا عندنا دروس وتجارب من افعالة في المحافظات الاخرى ولن تطلع علينا ولن نسمح بهذا النار التي تحاول قوات الاحتلال السعودي الاماراتي ايقادها في محافظة المهرة لن تكون في مأمن منها وستكون اول من يحترق بها وستؤدي براكين الغضب المهري لاقتلاع هذه القوات وأذنى بها فيما تؤكد لجنة الاعتصام السلمي انها لن تتخلى عن مسؤوليتها في الوقوف بوجه مخططات التسلط والفوضى بدأت قبائل المهرة بالتوافد الى مدينة الغيظة مؤكدة عدم السماح بتمرير فعاليات الفوضى واجدات الاحتلال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة